أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن عدد زيارات المواطنين لخدمات الوزارة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية لتقديم الطلبات والاستفسارات عن الخدمات التمويلية الجديدة تجاوزت 22 ألف زيارة فيما بلغ عدد الاتصالات الهاتفية نحو 4800 استفسار منذ التدشين في مطلع أغسطس الجاري وأفادت الوزارة بأن عدد زيارات الخدمات الإسكانية عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى العدد الكبير من الاستفسارات الهاتفية فضلا عن الزيارات اليومية لمراكز خدمة العملاء بالوزارة وبنك الإسكان يعكس مدى الإقبال على الخدمات التمويلية في ظل تنوع الأغراض التمويلية ورفع قيمة التمويلات الممنوحة للمواطنين وبينت الوزارة أن المنظومة الإلكترونية الإسكانية ساهمت في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خلال هذه الفترة وتسهيل مراجعات المواطنين مفيدة بأن خطة التحول الرقمي شهدت تحديثا لدى طرح الخدمات التمويلية الجديدة بما يسهم في تحقيق هدف فورية الاستفادة من الخدمات التمويلية بكل سهولة ويسر كما أوضحت أن عدد المراجعين المتزايد على الخدمات الإلكترونية يعكس سهولة تجراءات تقديم الطلبات وجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والتي تأتي في إطار الالتزام بتحقيق توجهات الحكومة بالتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في التسهيل على المواطنين خاصة في ظل حجم المعاملات المتزايد الذي تتعامل معها الوزارة سنوياً ترجمة نانسي قنقر